السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعيد السلام على أهل السلام وعلى من يحبون السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوانا لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله مرحبا بكم خوتنا إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير مادراي 14 عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي هذا نورك يا مادراي مرحبا بكم إن شاء الله نسلنا وخاتنا يطلعوا وعندنا بعض النقاط نتكلموا عليها ونوضحوا الأمور إن شاء الله بإذن الله عز وجل ونردوا على بعض الناس المبغلين اللي يحبوا يستحمرونا في 2023 حسبونا البارح وين زدنا والبارح وين خرجنا للدنيا لا إله الله محمد رسول الله حسبونا البارح وين خرجنا للدنيا حسبونا البارح وين زدنا البارح وين كبرنا في قصر المورادية يالي كبرنا في الزيقوات والويدان هذا الشي يحفروا عكم خلي نسمعوا هذين طلعوا الموراد نسمعوا هذين حتى يطلعوا خوتنا ونبدأوا للايف إن شاء الله نسمعوا هذين حتى يتلعوا للايف إن شاء الله اشتركوا في القناة 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 بالعكس اول ما نزلت الآية النبي عليه الصلاة والسلام وثب وقال تبت يدى ابا لهب وتب مع النعم ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله وصدق رسوله النبي عليه الصلاة والسلام ما دهنش في الحق مش يش قللك هذا عمي رح نفضحونا في وسط العرب ونفضحوه ومبعد يعيرون يقولوا لي وعمك لا 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 ما فيش عمك وعمي الامور كلمة الحق ما فيش عمي وعمك الدين ما فيش عمي وعمك عند ربي يوم توقف الخلاق امام الله امام الله ما كانش عمي وعمك وخي وخوك اراك مصطول خويا موح مصطولة انا مصطولة دير رح تروح على ركلو رح تشوف وتخلييني جدرك نعائرك روح انا مصطول انا كجيت نكميزة الله نحطها هنا قدام كنوبرمه وتزمعها كما رح ميديرو كلي في باري وتعتبون حط قرعات عشراب قدام ويشربوا ويقول لك كنين كميزة الله كجيت نكميزة الله لي ما يخافش من ربي مش رح يخاف منك فهمتوا فالحق والدين ما فيش مدهانة ما فيش هذا عمي هذا خويا ما عليش بزكحنا هكا ما كانش الأمور هاي الحق حق والباطل الحق حق والباطل النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش هذا عمي أبالها بعمي ما نفضحوش في وسط العرب وما بعد عيروني به كي نزلت الآية تبت يدا أبا لهب خرج النبي عليه الصلاة والسلام قالهم تبت يدا أبا لهب وتب وعم النبي ما قالش لا لا هذا عمي ما نفضحوش في وسط الناس وما بعد عيروني به ما عندهم ما يعيروا فيه لأنه الحق حق والباطل باطل فشوف الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام كرم وخلى الله عز وجل دينه ينتشر في الأرض كلها من أجل أشيئين اثنين الصراحة والصدق الصراحة والحزم والصدق ما فيهاش حاجة أخر النبي عليه الصلاة والسلام وصحابة رسول الله ما عندهمش المدهانات في الحق كذلك لازم نلتزموك ما لتزمو الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام صحابة في غزوة بدر كانوا وقفين ضد منه ضد عائلاتهم ضد عائلاتهم كان يتقاتل مع أخوه كان يتقاتل مع بابه كان يتقاتل مع عمه كان يشاف بابه قدمه يقتل وكان يشاف أخوه يقتل وولد عمه يقتل وعمه وولد خاله وخاله عمدي ما قللكش الله صبر ياودي كيفاش احنا نروح وهذا رحم خياتنا خلي بركة معلي شاي تفوت تفوتوا المهم احنا نوصلوا الدين للقبائل الأخرى بسحنا نقعدوا هكذاك نص خامج ونص مليح ربي ما يقبلهاش لأن الله طيب ما يقبلش الخبائث ما يقبلش هذوك الغطي وكمافلي ودرق ما يقبلهمش الأمور هذي إلا هراك انترك تبق فين بالفكر سياك هذاك ربي ما يقبلهاش اعلم ان الله ما يقبلش حوش كما هذوك ربي ما يقبلهمش إلا احبيت انتقبلهم هذك مشكلتك الخاصة اعلم انه عندك خلل في العقيدة وعندك خلل في الفكر والعقيدة وفي الدين وحتى في الأخلاق لما خرج امير دي زاد تكلم على قضية المستضعفات اللي راه هم خرجينهم للإمارات بسبب خدمة بسبب قال لكم راح يخدموا قال لكم مثلا يا أخوة لا نسحق لكم لا نسحق لكم راح يقرأوا وضحكوا عليهم استغفلوهم وخدعوهم دوما ليه خرجوا طائفتين زوج زوج طواقف من هذا القرية طائفة تشمت لانها ممكن ما يقول لك مندبه فار ولقى مندبه فار ولقى مندبه خرجوا يشمتوا لان العيب فيهم ما قدروا شي يعالجوه خرجوا يعالجوا في الناس اللي قاعدين يعالجوا في المشاكلتها وطائفة أخرى تهجم فيه أمير علاش اكفضحتنا خرجوا يقول لك راكفضحتنا وليه في عوض ما يروحوا يهجموا النظام لان هذا الوسخات هذه لو كان النظام قائم على الشعب الجزائري لو كان النظام هموا فعلا كرامة الشعب الجزائري لو كان النظام فعلا هموا مصلحة الشعب الجزائري لم يكن يسمح بشيء كما هك وين هي المخابرات هذه حاجة اللي خرجها أمير تدين النظام قبل ما تدين الشعب الجزائري الشعب الجزائري مغلوب على أمره الشعب الجزائري لم يكن شي يعرف أنا واحد من الناس ما كنت نعرف حوش كما هذو نعرف بلك هاي الجزائريات خامجات هذا راها موجودة في كل الدول كل العلم فيه داعارة وري لي دولة وحدها ناسها كل مؤمنين وما كان داعارة وري لي واحدة برك دولة واحدة ما كانش من الموسلمين بالبوديين بالمسيحيين بالليهود كلهم كلهم الشعوب هذه كل فيها هذا العدب وهذا المرض هذا وهذا المحرمات هذه تعدى عارة الزينة جريمة الزينة موجودة ذكرها ربي في القرآن وحط لها القصاص تحها لأنها أصلا موجودة ستبقى إلى يوم الدين لكن أحبت أن تكون عندك مرض وتغبي عليه وتتغبي عليه وتتعير إنسان آخر به هذا لي أجوز أنا أحضرتها لكم من قابل أخوتي الجزائريين قلت لكم ما كانش دولة كنتوا تتضحكوا عليها إلا أولا تأحسن منكم قلت لكم مصرين تقول عليهم لا يعني نضربكم الجوع قلت لكم في بعض الدول الإفريقية تقول لكم متخلفين ظهرنا حلالي متخلفين لا غالب لا غالب هو يقول لك لي استعظم أنا بابا بكري كان يقولها يا رب يرحمه قل لي ما تستعظمش يا ولدي يعني ما تتكبرش و ما تتجبرش على الناس يعني ما تبين شرق باللي أراك أحسن من الناس و أنت ما يكشل عيوب لماذا؟ لكن رب يخرج في هذه كل عيوب يدير لك رب يسخر لك الأمور و يسخر لك باش أنت ذوق من الكاس اللي كنت أضحك عليه كنت أضحك عليه إنسان هو ضعيف والذوق ذاك الكاس بس صح المشكل اللي قاعد يهدر عليه أمير ليس قضية إعضاء عارة لا قضية متاجرة بالبشر هذي لو كان عندنا النظام يخدم لمصلحة الجزاء السؤال الأول اللي نطلح و راها المخابرات أين هي المخابرات المخابرات هذي اللي وصلت للأدغال تعال الصحراء طوصل الإنسان قومونتر قومونتر أو خرج فيديو أو دار فيديو توصلوا حتى في أعماق الصحراء و تعتقلوا توصل الإنسان معلما كثيراً في كل ربوع الوطن حتى الذي في الخارج ستلاحق فيه والذي في الخارج ولحقته ولحقته المتهدد فيه الأستاذ العربية سيتوت أمر يهد فيه إجام عبودي يهد فيه أي شخص يهدر يهد ويخرج له الخارج ووصل له الخارج ويهد في الناس الذين يقولون لكم وطلعوا سراوي لكم الذين يقولون لكم كونوا قوم واللي ورجال خلونا خدموا بلادنا طوفين بابرة عندها خارجين رايحين لإمارات يستغلوا فيه مستغلال جنسي وين هي المخابرات علش ما عرفتش حاجة كماك والله مشاركة فيها مشاركين فيها لانك مستحيل تكون متعرفش مستحيل مستحيل باش تكون متعرفش حاجة كماك من سبع المستحيلات رايحين عارفين حاجة كماك مشاركين فيها لانكم من نفسكم تخرجوا بنات الجزائريات بهمات عيريني من عيرك يا جارة لي فيك فيها لانكم أصلا ما كمش جزائريين لانكم أصلا ما كمش مسلمين لا علاقة لكم لا بالإسلام ولا بالجزائرية جوا تشوفوا في الشعب الجزائري مجرد غنيمة مجرد أسرى حرب ديرو فيه مش تحبوك استحيلتوا أموالهم استحيلتوا دماءهم استحيلتوا أعنادهم استحيلتوا أرضهم فارواتهم استحيلتوا حتى أولادهم وأفكارهم دمرتهم لا تحصلوا في كل شيء ولا أخر ما يلحقش اللي لحق على الذهب يدي اللي لحق على البترول والغاز يدي وليما لحقش على هذو يدي أولادنا سواءني قطعهم دي بياز دي طاشي يبقيهم قطع غيار سواءني خرج إبناتنا يتاجر بيهم سواء يخرج ابناتنا يتاجر بهم أو يستبغى الولاد يديرهم ودرهمهم ويرمهم في أرض الغربة يتمرمدوا بعد ما يكلحوه يدولوا ودرهمهم العيب موش في أمر رديزات كيهضر لأنكم انتوما كنظام ليس مروحكم نظام وخبارات وأجهزة أمنية وخارجية وقنصليات اللي راهم نهبين أصلا الأموال الخزينة لحويش فرغين حفلات وصهارات وكسوات وماكلات وشرابات وتحوات في بلدان الناس كل السفارة يأتي تحقدر يوكل دوار يعيش دوار عام كامل يأتي تأي سفارة في السنوي قدر يعيش دوار كامل يعيش دوار عام كامل يعيش لبس به ويحلوا الأزمة ويش راهم قلنين يدرو السفارات السفارة اللي في دبي اللي لا تلاحقش الأمور يقع عندها ملحق عسكري وملحق سياسي ومش عارف ومستشار وعندها مخابرات تشوف الحالة الكارثية على الجزارين اللي راهم مثل ما اسكوا ملاح ما راهمش ملاح والله راهم مشاركين في الدعارة وما ثاني راهم يتمتعوا بالجزارية هذا السؤال اللي راني حاب نفهمه وانيا إما لنقول لكم واحد الحاجة أخوتي هذا السفارات والنظام اللي قائم على السفارات ما عنده حتى علاقة بالجزار ولا بالجزائريين راهم مثل الإخوات المغربيات كذلك يخدموا بهم ساكن راهم يخدموا بهم كذلك اليمنيات راهم يخدموا بهم كذلك التونسيات راهم يخدموا بهم كذلك المصريات راهم يخدموا بهم كذلك صدقوا لا تصدق متعيرني منعيرك اللي هم طايلك وطايلني طايلني وطايلك نحن كجزائريين كانت عندنا الجرأة لما سمعنا وعرفنا الحقيقة خرجنا نهضرو مش نهضرو بش نهضرو لنفتحوا رواحنا لا لنعجل المشكل لأنه لو النظام اسمع عنا ما كانتش تخرج أصلاً فاضحة وكانت تتلم الموضوع ويجيبوا البنات هذوك ويعاقبوا هذوك المسؤولين وانتهى الموضوع بما أن النظام متغطرس النظام لا يحبش يسمع أصلاً وهو سبب هذا الفساد اضطرينا باش نحولوها الرأي عام وباش تحولها الرأي عام لازم تطرحها أمام العالم كله خلي يسمع الخمشة عاد النظام واش راهم دير فينا احنا ما سكتناش وما نشرح النسكتوه شوفوا هذا هو الفرق احنا ما نشرح النسكتوهش احنا كشعب جزائري ما نشرح النسكتوه مدام عرفنا بلي كين خمجات يتلم والذي داروه يتعاقبه سواء النظام هذا يعاقبهم بما يشاء على بل يدخلهم ستشهر عامل حبسهم بعد يطلقهم بصح الشعب ما روش يرحمهم لان الشعب الجزائري ما رحش يرحمهم صح ما رحش يرحمهم كما دروا مع السابقهم يدروا مع هذو أكثر لان هذو يستهلوا الاعدام يستهلوا الاعدام ورح يتطبق فيهم أمور اللي عمرك ما تقدر تتخيلها كما هذو الفيحات اللي وراهم امير ديزاد والله ذاك الخامج اللي يخدم بمرته وصلت له الدياثة انه يخدم بمرته مرته يخدم بها يا الرب الخنزير أشرف منه الخنزير أشرف منه الخنزير أشرف منه الخنزير أحيانا لما تروح الدور بالمراتعه ما يغيرش بس احكي حس باللي المراتعه فيه خطر يدقك يجري فيك عنده شوية ها معنه ما يغيرش الحيوان الوحيد اللي ما عندهش الغيرة الكلب لو كلب آخر يجي دورهم الكلباتعه يقطعوا يا يقطعوا يا يتحمل الجراح يتقابض المهم ما يتلقش ما يسمحش مش يدافع على العرض تاعو واحد فايح راح يخدم بمرته وزيد مدي بنات الناس خده وحمل ثمه وراح تروح انتا وراح تروح تقول في الامارات والله غير تندق في الامارات نقولك والله لو تدخل البيت الابيض بايدن والله ما يقدر يحميك بايدن نفسه والله ما راح يحميك استحمل شراح يصرا فيك يا ولد الكلب يا الطحانيش ما تستحمل استحمل ترجع الجزيرة نقولك غير ما ترجعش بس قاسم من بله اي انسان في البليدة سواء خرج البليدة اللي يلقيك ويدقك بس قاسم وروح ندي الفيديو وراخ هدد فيها انا مستعد ان اذهلي كل دار شرع واشكى الام وقد ان اشكى في الم estiver بس اجب ان اصب кажنا ريح يهدد اللي يدافع ليها ويرهابي اللي يدافع عليها وايرهابي ولأدو تع leave الا اما العاهرات الاجباء و لم يعرفون كيف تحسبونه في هذه المنسا كيف تعرفونه في هذه المنسا كيف تعرفونه في المنسا هذه الماكياجة توليك السعيدة على السعيدة على غاراج السعيدة على غاراج سوف نضيفها سوف تخلي بوجهها لا تترك كاش الإرام في وجهه السعيدة في القراش قواتها من بالله غير بوقوس عليها ملعونات ملعونات بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وبالقرآن ملعونات وين تروحوا وين؟ وراحين تروحوا؟ وين رايحين تروحوا؟ وين رايحين تروحوا؟ تروحوا الجزائر؟ روحوا ارحوا راكم توشيتوا في واحد الحاجة الذي الانسان لا يستطيع انسبر عليها توشيتوا في الأعراض راكم خربته في الأعراض راكم خربته في الأعراض ليس الأموال الأموال صبرنا عليها ومانا نقاوم بما يرضي الله باش نريد الأموال لتعال الشعب الجزائري نضالنا سليم وسلمي باش رجعوا الأموال وحقوق الشعب الجزائري بس حتوشيتوا في الأعراض هذه ما بقيتش فيها سلمية الأعراض ما فيهاش سلمية ما فيهاش سلمية ركتوشيت في الأعراض ما فيهاش سلمية هذو اللي راحوا يخرجوا البنات من الجزائر يخرجوا فيهم نداري المؤسسات تعدعانا وقاعدين ثم يدعروا إلا كانكم مفحلات وإلا كانكم حسب رواحكم من سورجال أرجعوا للجزائر ترجعوا ترجعوا إلا هون راح تروح ما طار طير وارتفع إلا كما طار واقع الطير يعلي طير يتربس يحط في الأرض يحط يحط ما عنده وراح يروح ترجعوا ترجعوا للجزائر وفي الإمارات نشوفوكم في كاك وروحوا شكي لأموك شكي لأموك من مات دون عرضيه فهو شهيد وصلتوا للأعراض اللي تتخلطوا فيها تخلطوا في الأعراض نورمان غصة في القلب هنا غصة حريقة مش حريقة بيسك داعارة داعارة راه موجودة في كل العالم حريقة حريقة أن هذا النظام السافيه التافه اللي يسمي روحوا النظام يعس يعس في المواطن كلما تهضرها يجوك للدار يخرجوك في نص ليل يصدموا عليك 597 ألف طحان رخيص تعبياري وتع شرطة الطحاحنة المرخص شميت ولاد الفاجرات ولاد العاهرات انتموا ولاد عاهرات شوفوا وصلتونا شوفوا وقفين مع التسند وفي هذا النظام شوفوا وصلتونا يا عواهر يا ابناء العواهر لأن من راضى بالدنيات فهو دني واللي يرطى بالعهر في أهله هو ديوث أنتم ديوثين وصلتونا لهذا الخماج اللي رانايا فيه وقفتو أنتم وقفتو حاجز بين الشعب وبين الاستقلال تعو شوفوا وصلتو الجزائر وشربحتو وشربحتو يا وجوه الضعارة وشربحتو وشربحتو يا فجار وشربحتو يا المرخص من نفسي يطلع فيكم طحان واحدة يبرر لي يفهمني وشربحتو من نفسي يطلع معي طحان رخيص منكم واحد منكم يطلع يقول لي وشربحتو 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 وخوشتو وشربحتو 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 وشربحت الجزائري كيسكت الشعب هاو سكت وقعد في دار وشربحتو 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 الشعب الجزائري غير الرخص وطحين وذل وشربحتو الشعب الجزائري غير المهانة وشربحتو الشعب الجزائري غير الاخدع وميزيرية وشربحتو وشربحتو انا لايف اخي كنكمل لايف نعيضلك اربي احفظك. انا لايف في التيك توك. وعليكم السلام. انا لايف في التيك توك. ما عليش اسماح اخي اربي احفظك. كنكمل لايف نعيضلك. لا ماليش اخي على راسي من فوق. كن عسل حافظك هيا ارغلوا ان اخذتنا وش ربحتوا ما هي الفائدة ما الالفين وثلاثة وعشرين ما الالفين وعشرين وعشرين وتسعتاش وعشرين بدتت تقمعوا في الحركة الالفين وعشرين تقريبا المسيرات بدتت تتاجموا فيها بكل عنفية هام حبسوا المسيرات هيا يعطونا الفائدة وش ربحتوا إيبناتنا إن وإن يتخرجوا إيمبورتي يتخدعوا ويتخرجوا من ديارهم يتخدعوا ويتخرجوا من ديارهم تقول لي المخابرة لم يشعرها الله يلعنك إذا المخابرة لم يشعرها ربي أحفظك هنا عباس عبد ربي أحفظك المخابرات ماشي عارفة باللي رهم يخرجوا في البنات يدهم فيهم للإمارات اللي هي ما معظم أولاد العساب رهم في الإمارات وعارفين كل شي المخابرات عارفة علش سكتتع لحاجة كيما هك علش سكتتع لعراضنا هك قولوا لي برك حاب نفهم علش والله شي مقصود إذا شي مقصود علش راك ندفعوا عليهم يا شرطة العار ويا دارك العار علش راك ندفعوا عليهم وجريمين كيما هك لأنك ممكن شرطي لعال دايوثين دات دياثة لا حكم لا حكم ما تكسرش راسك لأن الدايوث مش غير هذك اللي خرج بنتي يديها يتاجر بها حتى اللي ساندو واللي يغطي عليها را دايوث كيما هو لما تكسرش راسك اللي ساندو واللي دعمه واللي يغطي عليه يتسطر عليه كذلك هو دايوث كيما هذك هاكم ونوصلتوا رواحكم شوفوا ونوصلتوا الجزار وشوفوا ونوصلتونا هاو الشعب تخلي ديار دخلتوه بالقزور دخلتوه بالقوة دخلتوه بالجاباروت اعطوني النتيجة اعطوني النتيجة بركي واللي تستودو في البصلة من مكسيك البصلة الخامجة البصلة الخامجة من مكسيك الاقتصاد راح غير في النازل المؤسسات في الرياب ما كانش مشروع واحد من اللي اذكرهم هذا المعفون النظام المعفن ما كانش مشروع واحد بدأوا فيه ما كانش وحتى المشاريع اللي خدموها جات الحملة اداتها لكم الحملة هذي رحمها من رب العالمين كشفتكم جات كشفتكم كثرة جات فضحتكم كثرة جات فضحت السرقة تاعكم ونه بتاعكم كثرة وش ربحتو قولوا نابرك وش ربحتو حبينا عارفو وش ربحتو يعني وشن هي القيمة اللي زدت فيكم وشن هي الحاجة اللي كي سكتو الشعب وش يدافع على حق ويحر بلاد ويحرركم معاه كي روحتو تصديتوه ونسديتوه وش ربحتو وش ربحت الجزر من حاجة كي ما هك ولو ربحتو الرخص وطنحين والذل والمهانة يا إذا انتم ما حبين الذل ومذلولين وتحبوا الذل أعرفوا بلي الشعب الجزري ما يحبشوا الذل يعيشوا مذلولين خليوا الشعب يحرر بلاده خليوا الشعب يحرر بلاده وانتم ما عيشوا في الذل على رواحكم مواحد ما يمنعكم بس رح ما تجبروش الناس يعيشوا معاكم في الذل ما تحتموش على الناس يعيشوا معاكم في الذل سيبالوجيك بوشنتين تحب تعيش في الذل وتعيش الناس معاكم في الذل نوع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخونا فرص حتى تظركوا طلعوا بعض الأنجاز حبيت الرد عليهم لأن القناة اليوتيوب حبسها لغالب الرد عليه هنا ما عنديش حل لواحد أخر فهذا كاسعد الشرعي طلع يبدأ يشرك فمه يحل على فمه يا جزيريين يا حوثيلات مش عارف واحد الحضرة تعسف صوفها حضرة وطلعوا معه المخازنية المعفنين ها رحموا لي في الإمارات ها رحم جزيريات ويقولوا مغربيات المغربيات كينين والليبيات اليمنيات رحم من ثم يتجروا بهم والمغربيات رحم من ثم يتجروا بهم والجزيريات زادوا وخرجوهم بدأوا تجروا بهم والتونسيات رحم من ثم والمصريات رحم من ثم والعراقيات رحم من ثم ما هو الحل بش دي تعيرني احنا نهارا هضرنا على بنات المغرب قلنا اخوتنا مسلمات ما نرضاولهمش حاجة كما هكذاك ما نرضاولهمش لهنا مسلمات قلنا لكم على السبيل انكم انتم كمغاربة تنوضوا ها تواجهوا هاد المشكلة باش تحبسوا النازيف مش باش جيت تعيرني ونعيرك ما ناش الضرائر احنا قلنا لكم باش انتم ما تنوضوا تتحزموا وتكونوا رجال وتنوضوا تنظفوا هذك الوسخات من عندكم لان المغربية كذلك اخوتاتنا مسلمات وعلى بناء بلمؤسسات صهيونية اللي راي تخرج في البنات تدي فيهم الامارات وغير الامارات يتجروا فيهم ربحين الاموال اما هذو كل المؤثرين والمؤثرين والمقعورين المقعورين مو مجرد لعبة فيه المرويجين الحقيقيين عارفين هاد شي كما اللي يبيع المخذرات اللي يبيع المخذرات مراه غير بيون برك يعني ما يخدموا بيه ما هو ش هو اللي يجيبها و ما هو ش هو اللي يسر بيها هذك راه غير يصرفها برك يبيعها كيتحكموا عن دروح يجيبوا لك واحد اخر و كيتنحي عشرة يجيبوا لك و عشرة اخرين يبيعوا بس راح شكل راه يدخل فيها و شكل راه هو المسؤول عليها كيتنحي المسؤول عليها تتنحي المخذرات بش ترح تحكم اللي يبيعها برك كذلك في هذا المجال الناس اللي راه ميخرجوا المسؤولين اللي راه ميخرجوا في بنات المسلمين يتجروا بهم سواء في الترك سواء في فرنسا سواء في اسبانيا سواء في طايلاند سواء في امارات سواء في اي دولة واحدة اخرى مش هذك اللي راه قاعد نثم الفيونسير ولا مع لبالي يشو الله البريونسير ولا اللي راه قاعد يعرف في الناس راه في السلطة راه في السلطة راه من الناس المتمكنين أصحاب قرار أصحاب قرار رب يحفظك هنا أصحاب قرار مش غردز برك لا 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 مش واحد هكذا برك اللي يزير حاجة كما هكذا هذا مخطط صهيو ماصوني لتدمير الشعوب العربية والمسلمة من المغرب الى حدود الصين اللي يحب حبه اللي يكره كره هي هكذا قبلتوها نوضع علجو المشكلة ما قبلتوهاش ما تعيرني من عيرك الوسخة عندك وعندي وعند الأخر وعند الأخر انتهى الموضوع لكن احنا كجزائريين الحمد لله عندنا الجرأة عندنا الجرأة وعندنا النخوة والنظوم ندافعوا ليه لو كان هذا النظام جاء يخدم المصلحة للجزائريين ما يجبرناش احنا نطلعو في سوشيال ميديا ونهادروا ونعرضوها للرأي العام لو كان جاء نظام يخدم المصلحة للجزائريين أولا النظام يقول بللي جزائر دولة مسلمة والدستور ينص أن الإسلام دين الدولة الإسلام دين الدولة راهم يقولوا فيها ويروح يصلوا نهار العيد بلاوظو قدام التلفزيون راهم يصلوا صلاة العيد لا بللي يصلوها بلاوظو بس صح يلا أزع ما قال لك يكحلوا في العينين ويعرفوا ربي كسبهم المرضي ويقولوا يا ربي يا ربي شفيني تعرف بللي البنت لا يجوز أنها تسافر بوحدة في الشرعان لا يجوز لازم يكون معها محرم عليش خليتها خرجت أصلا من المطار بوحدة عليش تبعثها تقرأ ما تقرأ شاست خليها تقول احنا قابلينها تكون حمارة نتزوجوا معها ونجيبوا معها أولاد ونتالله فيها وتأكلوا وتشربوا وتلبس وتعيش ملكة زمانها غير تقرأ كتاب ربي برك وتن يروح لا لا قليك تروح تقرأ جامعات في الخارج وتقرأ جيب الديبلوم وجي تخدم ستين سنوهما يقرأوا برا ورجعوا اللي وجدرتوا بهم وجدرتوا بهم وجدرتوا بهم البرلمان طلعت له غير الرقاصة اللي يخدموا عندكم في الجمعيات وهذه غير البانضية سواء جمعية هذيك الهلال الأحمر سواء الجمعية غير البانضية والفاجر الختاب أما البنات اللي يقرأوا صح نخلينا مرة معنا نصوف الضيارة يعني القضية مش قضية البنت من حقها تقرأوا لازم تروح تقرأ وتبعثوها ببعثات في الخارج القضية هي باش تنشروا الضعارة برك لا أكثر ولا أقل لا أكثر ولا أقل لا أكثر ولا أقل معظم الصحابيات والنساء الصحابة كانوا عالمات عالمات في الدين وكانوا يلقوا دروس للنساء ما قرأوا لا في أوكسبورت لا أوسفورت لا توسفورت لا ولو والله لو جيب أضعف صحابية أضعف صحابية لهذا العصر والله لا تعطيكم دروس للجامعيين وللناس اللي دعوا الماستر والماجستر والدكتورة غير تنقلهم دروس تلقنهم دروس في اللغة العربية وفي الأخلاق وفي الأدب وفي الفلسفة وفي الوعي وفي الفهم وفي كل حاجة تلقنهم دروس أضعف واحدة فيهم تلقنهم دروس معنى الإنسانية ومعنى الأخلاق ومعنى العلوم لما فتحوا هذا المجال من زمان فقط لنشر الضعار لنشر الضعار الاستغلال الجنسي لأنني هضرت لكم عليه في القناة اليوتيوب هضرت لكم عليه على قضية الجامعات والبعثات ومش عارف راه موجود راه زبلوا البلاد قردوها ما بقتش بلاد شهداء بقت بلاد المشرعات صارحة الحقيقة لغما قال لا يتخبل لا يزدي لا يطلع لا ينزل نشر عادة قوم لوط راه مدحللها مصانع لثن في الجزار فالمغرب فالجزار في وما تقول ليش غابا ما تعيرني ما تعيرك ما تعيرني ما تعيرك المشكلة موجود أنا قاعدين نهضروا عليه عندك حلول تفضل باش نحلو المشاكل ونحلو هذا الواسخات ما عندك شحلول ما تطلع ما تسبني ما تسبك كي ما تعيرني نعرف نعيرك وكي ما تسبنا ثانيا نعرف نسب باك أنت تعرف ربع مسبات خمسة باش نحلو نحلو وكتع السبان من فوق من تحت ومنزل ونمسح قاع ونحلو ما تسبك المشكلة لا تسبني ونعيرك ونعيرك ما تسبني ما تسبني ما تسبني المشكلة ربع موجود في المغرب في الجزيرة في تونس في مصر في الإمارات في اليمن في السعودية بحرين عمان الأردن في سوريا كان موجود وموجود بكثرة في سوريا وساخات هذه ربع موجودة لكن بعلم الأنظمة تحب الله تكره تحب الله تكره ونعطيك ألف دليل وألف إشارة على أن الأنظمة هي التي تسعى في نشر الضعارة والفساد والمخضرات في البلدان تعلق البلدان تعلق وهذه مكا حتى إنسان عاقل رح يقولك لا مشك مشك مكا حتى واحد يجي يقولك لا مشك لأن نفس عقلية النظام الجزائري نفس العقلية النظام المخسني النظام المخسني يا خاتي في دارك في دارك مع مرتك توسوسها خبرك على قضية الملك وهذه يدخلوا عليك للدار تلقام قدام تتكلم في سيدك سيدنا الملك ويددوه المعتاقل ويددوه شبعه وكان حتى يصفوهم تصفية قتلوهم نفس الوساخات بصح بنات يخرجوا من المغرب يروحوا الفرنسا ويروحوا تركيا ويروحوا الإمارات ويستغلوا جنسيا هذه ما شافهاش ما شافهاش المغربية ما شافتهاش بنات يخرجوا من الجزائر إلى الإمارات إلى تركيا إلى الوساخات يستغلوا جنسيا المخابرات الجزائرية لم ي Bang&G ما cons repaired لابدوه نعم لابدوه 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 لم يكن لديهم الوقت نحن لدينا جينيرالات أوسخ ما خلق الله فوق الأرض فقط نحن لديكم أمير المؤمنين سلالة النبي عليه الصلاة والسلام سلالة النبي ستبق في الدين بنت مغربية لماذا تخرج بوحدها؟ أي بنت مرأة لازم لها محرم والله تتفكروا المحرم غير كي المرأة تحب تروح للحج الثم تقولوا لها جيبي محرم ولا ما تروحيش تتفكروا غير وقت الحج المحرم المحرم تتفكروا وقت الحج وقت الحج تتفكروا باللي المرأة لازم تروح معاه محرم للحج ولا ما تروحش الممنوع من الحج بس حالإمارات تروح بلا محرم الفرنسا تروح بلا محرم الإسبانيا تروح بلا محرم للهند تروح بلا محرم سوف يتحزم فأنت تذهب لأ subjects ‫إلا للحج الحج لسهiero محرم مقتن وليس temptedون في نفس الينا نحن مسلمين إذا كان يوجود الإسلام على الموقع يجب أن تتفكرون أن المرأة يجب أن تذهب إلى الهج لكن يجب أن تكون متجة للإمارات لا يجب أن تذهب إلى الهج يجب أن تتحزم وطرقس المحرم طعر تلبس بلاصة محرمة ومن بعد يصلع يقول لك نحن من سلالة النبي يا راجل لو جيت حاشك من القادرات انتاء النبي والله ما يوصل بنا لتالحال هذه الدرجة اللي رأنا فيها مش من سلالة النبي لو كنت خارج من القادرات انتاء النبي لا نحن يوصل فينا الحال اللي رأنا الى هذرك ما كانش نوصل للحالة لا نوصلنا له هذرك ما كانش تعب لا محرم هذي المرأة بلا محرم في الان ما كانش هذي في الانترنت المرأة يطلبوا عليها محرم وإلا راح نقول لك هولندا مسلمين خير منكم لأن هولندا لو تروح تسجل باش تروح الحجل يضبون ذي عليها محرم وش الهولنديين آمنوا بالله وانتم ما كفرتوا ولا هارا قدامنا نعرف المخلوق قتلي خصني لا ت нашей ليس fathers حق bladder ع bravery ك Chainips ولكن من کے خصني لكن في عالم أما أيضا وهو أحلا راح تجو Böck سبب أخافون الطريق وذلك جاءت المرأة عنها れる مرأة الاخرير لا تخرج بوحدها لازم يكون معها محرف المرأة لتخرج بوحدها برا لا تخرج بوحدها لو لا يسمح لها لازم تخرج معها أخوها حتى لو تخرج معها أخوها ترك بوحدها في الطريقة هناك بلادها في بلادها لازم لها محرف يمشي معها لتحميها وعلى إنها تخرج بثير وتدعط طويلة طويلة وعلى الحج ستمشي أبي على ٢ وإخير ستمشي ثاني في الطيارة وعلى شي ضمودي خلالها محرف ولعلى الحج ستذهب والحج ستذهب خلال الأحمر وعلى الجمال خلال الثاني ستذهب في الطيارة يتفكر على الدين ولكن يحب على أخلاق وتحرم حقوقها شدد دعارة كل شيء مسموح كل شيء وطرزي طار الدين راح الدين وراح الأخلاق وراح كل شيء يسمع لكه بالسنة تشوف له واحدة مصخة ومعامل حواجبه هكا وتقدير له وفوما هكا راح بالقرآن بالسنة بالدين بالمسجد راح يدور ديركت الكنيسة يدخل الكنيسة وين هي المخابرات هذه؟ وين هي مخابرات المغربية؟ وين هي المخابرات الجزائرية؟ وين هي مخابراتwan lesDer 1500 وين هي المخابرات المصرية؟ هذه اللي كل مرة مهبلينا بها رعفة الهجان ومرعفة الهجان ومش عارف شينه هو جمعة شوال وفى الجزائرين قال لك يستيراهم قاعدوا الدنيا ووصلوا وتجسوا وتجسوا عالا قامر الصيناعي عالا isnch عارف شنوه تونس Huures تصبح البيتنام empower marginalبش فو الاخيرة و يياه ومن الما خرجوا الحوت من ذيلها وين هي المخابرات اللي تحمي الشعب المغربي وتحمي الشعب الجزاري وتحمي الشعب هذه علاش خليتوا بناتنا خرجوا علاش السيدي خرجوا انغلطوا وخرجوا علاش الصفارات تركوا محلين الصفارات وتصرفوا عليهم في ملايين دولارات الصفارات واش خدمتها تعسل جالية تعسل جالية اي دولة فيها صفاراتها دولة تعسل جالية تحاوتر على الواصل لم يكن أعرف السفارة الثم في دبي لم يكن أعرف أنه سيكون واسخة هكذا والله هم مشاركين في الواسخات كي يكملوا الخدمة يروحوا الثم ثانية يصغروا ها زر دوم لهذا بس ضمبرك ماذا ضمبرك؟ ماذا ضمبرك؟ زر دوم لهذا بس ضمبرك تم الخدمة من السفارة ملحق عسكري ومش عارف وراش المخابرات كمال الخدمة تاعه في الدال الفرنكات حطهم في الجيب بس كي يخدموا غير الفرنكات هذو الخبزة هو أم برسوني كمال يخرج منه يروح البلايس اللي فيهم الدعارة تاع المغربية وتاع الجزارية ويقعد يدعر معهم عاشبوا لحد سواء المخابرات المغربية أو الجزارية ما يقول ما تضحك ليش على عقلي لو سخ وسخ لأنكم مسخين لا علاقة لكم بالمسؤولية لا علاقة لكم بالأخلاق والدين لا علاقة لكم بالوطنية الوطنية درتوا هنا شعارات تتغنوا النابي عبرك جبوا هنا يوم الاستبغال يقول لك الاستقلال طلعوا لي عايش الملك وتحيا شنغ ريحة غير أكيد تحبوا تجدوا تنهبوا العيد الاستقلال هذيك تنهبوا فيها أموال طائلة تصرفوا عليهم مليون وتدوزوا جملاير في الجيب وتقولوا صرفنازوا جملاير ومليون هذيك تقتلونا بالشعارات جزائري وأفتخر جزائري ومغربي وأفتخر والدعوة رحا كل مقعورة الواقع الدعوة رحا كل مقعورة العلم الغربي مقعورة سوز مرات والجزائري مقعورة ربع مرات والتوسي مقعورة عشر الاف مرات والمصر قرر يقول لها ربع بها الكلب قع شرق وغرب ومن بعد يطلع لك الشعارات مغوار فارس ومغوار انت يا غلم فهذه هي هذه يا أخوتي هذه ها هم سيدي خرجوها لكم للرعي العام ها هم خرجوها لكم للرعي العام وما بقيتش غير في يديك منتوما يا نظام العرب هدروا كل ثانية في يدي الإماراتيين الإماراتيين يحقوا في الموضوع كيف هذا لانها وصلت هنا صحيح هنا للرقبة كما قضية المخذرات حسبوكم الرجال اعطوكم التحقيق غطيتوها ورقتوه هدروا كسبانيا هي اللي تقوم بالتحقيق بس كنتوما ما كمتع تحقيقات ما كمتع تأويل وتمتع دعارة يا تبون انت وجه الخرق الله ينعل بابك الكلب الله ينعل رأسك من نهار زد نهار تخلفت يا شنقريح الله يلعنك دنيا وآخرة يا اللي دي سيدار في الجزائر الله يلعنكم الله يلعنكم جبتونا العار الله يلعنكم دنيا وآخرة الله ليسامحكم الله ليسامحكم صفر الله العلي العظيم ولا يحول على قوة الله إلا بالله لانتوا تجهد خرجوا الاخران و كيف يفتحك يا اتحان هذه الكوارثة سرية كمنا وكم سيكون سكت و كيف سكت و كيف سكت و كيف سكت يطلقوا بناتنا و أخيروا من الموتكم وهم يطلقوا من الموت لا تجعلني لكم في الوصف ان تقلق البلاد فاضحة فاضحة لا أعجوهم كم سأعرف بها يجعلوني في الوصف الذي يجعلوني يجعلوني لا يكون مثل الموضوع الشيء الذي يجعلوني بمجرد أن يتعالج بلدين امو يطلقين يلعبون له في الوصف نار توفني راضي بها هذا نهار اروح عير عليها الله يحفظ إخويه آمين نار توفني راضي بهذه الحاجة وعرفتها وسكت هذا نهار اروح بي انت دايو ثم اكشار جميع رخيص رك عرفت بي هذه المشكلين وسكت سنكرسوشه الحاجة كما هك ما نجرعوهاش أصلا ما ناكلوش من مال البغاية هذا ما قاتلنا وكلتونا الربا وكلتونا السعت وكلتونا أموال مخضرات حبيتونا أموال البغاية هذا ما قاتلنا يعني أن نصوم ليل ونهار وننفعلوش الحاجة هذه يوجور بخص وين هو هذا النظام تاعكم؟ 60 سنة ويطلع يقول لك قوة قوة ضاربة رانا متسيطرين على كلش رانا عندنا كلش وليس كنت مكعور يوجدون من تحت رانا شاة ويخرجونهم يا تحني من المقدار يتبون الرخيص من المخابرات العار والشماية الاسبوب لنعودنا ممكن أن تبغل المثقوب المثقوب أشرف منك المثقوب هو مثقوب بتحمير ضهج واختونتو مرضيتو هليكم والخواتاتكم لأن الجزاري اللي خرجت لديك أختك مهما انك انتو ما تعرفهاش من الصحراء ولا من الغرب ولا من الشرق أختك والمغربية اللي خرجت أختك تحب ولا تكره أختك إنما المؤمنون يا إخوة ما يشحبها تكون أختك بدل دينك ولي 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 مش مسيحي ولي ولي خرية قاع الله يلعنك حتى وين بدلت دينك تبقى أختك في الإنسانية بابنا أهدم وأم نحوة والإنسانية تحتم عليك أنك تحميها وتحافظ على كرامتها الإنسانية مش ناظر لك على الدين الدين راه يفصل في هذا الموضوع أنت دايوثي نضرب العنق تعقوره دين ممخ إش كي نشعل فيك النار كترجع للشاريع ما تستهلي إلا العدم لأنك مفسد الإنسان اللي ينشر الفاحشة والفساد في الأرض وشن هو الجزاء تاعه إلا أن تقطع أيديهم وأرجو لهم من خلف آه شفت كيف هاش هاو القرآن حكم لك لازم يتنكل بك لأنك مش مفسد مش موصلتش أنت فت درجة الإفساد ترك فت درجة الإفساد فت 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 درجة الإفساد ترك فت درجة الإبليسية ترك فت درجة الإبليسية ترك فت درجة الإبليسية ترك ديد ديبروم عندي إبليس يو إبليس حار في عزرينكم إبليس إبليس حار في عزرينكم إبليس وعنده غيره موش يخدم بمرته وقربها إبليس وما خرجش مرته يخدم بيها ولا شيطانا واحد أخرى يخدم بيها مرتك يا طحان مخرجها هذك والبارات والديسكوتك وبعد جي تنفخ لي رأيك تقول لك أنا جزيري لا والغارب يقول لك تحية تبون آم تبعك تبون طحان شفت أتبعتعك وجابونا الرخص آم لأتبعتعك الرخيص شفت لأتبعتعك يا الناجس يا الناجس يا أبن الناجس وصلوا له هذا اللايف وصلوا لني قاعد نسب فيك لأنكم هذوه نيفوتاكم هذوه المستويتاكم هذوه المستويتاكم والله ما تزيد على هذا المواطن لا يجوز المساس بعرضه وماله ودمه هذه هذوه تفهمها انت ونفهمها ناخونا بلا ترك روح شوف القانون اللي داروه مش ما حقش تسبب الإمام ما حقش تسبب البوليسي ما حقش تسبب العسكري السلطات القاضى إلا المواطن والله مهم مذكور في هذه القانون قاس سمن بالله مهم مذكور ناكرا المواطن حرف ناقص موجود نهائيا موجود معمول حسابكم تبراك كمك مش معروضين للعرز حتى بلدكم كمك مش معروضين لها يا مواطنين ما مش عاملين حساب قاع ما مش قاري لك حساب قاع ما مش قاري لك حساب قاع ما مش قاري لك حساب المواطن قاع روح شوف القوانين تحميذ القافية مواطن ومش مواطن مكنش إذا حطولك حطولك شكليا حاجة خفيفة بركا كاكات ما يعني وشي وا أباش يكحلوا العين بالإرهام زعماء 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 مهضروا على المواطن المواطن ينتخب المواطن حتى في الموت ويفرقوا يا رب هل قادرت لكم روحوا تبقوا الأخبار يموت جنرال يموت وزير يموت انتقلا إلى رحمة الله الفقيد المشغور المقعور المخرور المدبور الشهيد الذي حراره وداره 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 روحت على الفيضانة روحت على واحد ضربته موبيل لقي مواطن ونحذفه تبق قصد قربط وكأنك زرع جو حصدوك بالمنجل غرمي كل بما في زبالة لقي عشر مواطنين حذفهم إثرة حديث الزير السلام عليكم ورحمة الله انتهى الموضوع هذا هو قيمتك يا المواطن هذه هي قيمتك حتى في الأخبار الأخبار الرسمية هذه هي سنتك وهذه هي قيمتك لقي عشرين مواطن حذفهم إثرة زلزال لقي خمستاشر مواطن حذفهم إثرة فياضان روح شوف كيموت لم هو واحد كيموت واحد من الخنازير روح شوف فاشا انتقل إلى رحمة الله القائم على الأعمال الفنانية والفنان ورده لك شاهد وباطل هو اللي حرر فلسطين هو اللي حرر القدس هو اللي حرر مكة هو اللي عاد نشر الدين من جديد مع أنه كان سفاح 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 سكار طحان بطحان أقدر منه ما تلقاش لكن في الأخبار يردوه لك سيدة بطل أبطل تحسب عليها سيدة عشر الصحابة رجع خلاص بطحان يجب ان في القناة قام بطل قام بطل سيفان يا مواطن قال لك نسف لكن بناء فوضاوي لماذا بناء الفوضاوي؟ تستهل الموت لقي مواطنين حذفه إثر حدثه سير لأنه كان يمشي بسرعة يزيدوا لأموك خسر يزيدوا لأموك خلصوا لأموك خلصوا لأموك خلصوا لأموك خلصوا لأموك خلصوا لأموك لأنها قريبًا و هذا يسمى بنا أو لا تستهل معنا حتى يكون بين ورمي ما هي تضعية المواطن؟ ماذا هي تقيمة المواطن؟ مين هي تقيمة المواطن؟ مين هي تقيمة المواطن؟ ما لم تقومه بإجراء مهمة هؤلاء الموت و رائع بالتحييين و هؤلاء الموت خلص، من أن يقومه بإجراء الحليص جداً لأموك يجب عمي لا يصدق على طفلة أوليس لا يصدق على طفلة أوليس لا يصدق على طفلة أوليس ان تقرأ تتدق على طفل 100 أورو يأتي من خلال السفارة يجب أن يكون من يكون لك يجب أن تفعل الحرك أو يسرق اللقاء ويشبعوك خبط هذي هي العسكر يموت في سبيلهم لم يتعلج الى الناس خنازير هل هؤلاء الناس لم يتعلج الى الناس في التسعينات واذا تفعلوهم؟ هؤلاء المثقوبين والمقعورين التي يسمونه المشطوبين المعطوبين لكنهم لا يتثقبون في التسعينات ونحن نتثقبون معهم وثقبون معهم ضحى وبرواحهم قتلوا الشعب علاج الجينيرالات محمدا قتلوا الشعب علاج السواد علاج الجينيرالات هم الجينيرالات تمكنوا هارا محمد كل شيء الاقتصاد و التربية و التعليم حكموا كل المؤسسات واذا الدواء المعطوبين والمشطوبين؟ الدواء الشارع الدول القزول الدول العصاق الدول الرخص والضحين مرض السكر والطاعون رب يزيد لكم السرطان والليبرا يخرج لكم الدود من أحلاقكم هناك ان شاء الله الله مأمين لأنكم مرخاص شميته ما ربحته؟ الشعر كانوا مضحين بروحم على جل جنرالات لا دنيا ولا أخرى بارك الله وفك هاي مربحتوها الامن لمن ضرق رهم يدون في العصالة جل مئتين الف هي عشرة أورو بشتدوهم عشرة أورو اروحنا نعطيك عشرة أورو وربح راحتك واحترم روحك بركة عشرة أورو بالحرم كل شهر نبعث هلك بس خليك راشل تكون مع المواطنين وقف مع الشعب كل حوق قاعرك في التسعينة جيتك الله يلعنكم الثالث تهضر مع المرخص والشميت تعتبر معهم اليوم غدا ويزدو يخرج في المسيرة وغرش يطالب حاجة شرعية أو حاجة مليحة كارة موعزة يا أبي 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 lemon وتأكل اشتركوا في القناة 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 السبب قطار مو كهرب هؤلاء محوظة يدخل القطار مو كهرب يقول لك قطار مو كهرب تعرف قطار مو كهرب القطار مو كهرب قطار مو كهرب قطار مو كهرب 8 ساعات تكون في العاصمة يحل الشراك الفم الضوء يذهب في القطار يقولون لك اطفال موضم يقولون لك انه تريسيتي تريسيتي راح والله العظيم يكون تهدر مع حتى التقطاع ولله حتى التقطاع يضرب لك 4 ساعة حتى نتقيقهم بعد يقول لك راح تريسيتي راح ما هي حاجة جديدة انه عارفها لا يعرفين انه يعرفين انه يقومون من الشكل في دار ومكيش تريسيتي ويقول لك ان نشارك كهربا ويرحوا ايا اخيتي في العاصمة اخيتي بتمرأس ويرحوا وشوفوا كل مشروع عنده بدية المشروع أخي عنده بداية خلال بدأو يوجدو حطوا المطريال بدأو دارو الهندسة تعو بدأو حطوا لاباز على قل على قل يعني بداية المشروع أروح واصوروا فينا بداية المشروع ورهي ربع سنين ربع سنين ربع سنين أمو حمد أل بكشيوها ربع سنين ترك الظنب اللي ربع سنين سهلا بسحرها ماضية من العمر أمو حمد رهافيتها من عمارنا وعمري وعمر أولادك ربع سنين الناس درت مشاريع محمدة ربع سنين راه زاد خلق ومات خلق راه ملايين الناس ماتت وملايين الناس زادت ربع سنين الناس راه درت مشاريع عملاقة محمدة على أقل بداية بدأوا فيها تروح صوروا إن البداية هذي وين هي صوروا هنا نشوفوا بجنقولوا صح والله يا سيدي راه هدر على المشروع راه نبدأوا فيه صح هتعطل شوية بسح معليش راه مبدأوا يعني راه مبدأوا راه مبدأوا تروحوا شوفوا سيدي تندف تول دبيا الم 소개 Pass Hall المضحح المشعلي هو خhew الم المiodات الم streلقين الم المكلة من أحكمان المطلة المحبة تندف تول دبيا تندف؟ ما هي العاصمة sweep Cynthia أ JUNإس Anchor العاصمة و الأمر ستكون فيها وما زلت فيها تري سيتي وظروف فيها الفيضانات والخماجات والفقر والميزيرية والديار يربع للناس رايح لتيندوف تردها دبي يرد العاصمة دبي الساعة وانتيندوف سهل يرد العاصمة الساعة وانتيندوف سهل وانتيندوف سهل قالوا لك جبنا غير للكليمات يزار برك السخانة قالوا لك غرش يتدبرونا نافيق وخدموا برك وانتيندوف سراء عادي الوفيد لقتننا بريcilة وهي غير ما ضاحته وانتيندوف الساعة والدوبي لقد ملعبتوا ب كاليفورنيا فهمتوا فهمتوا تقسي الطائر كيف كانوا لذلك؟ كيف كانوا لذلك؟ أتحدثتوا عن الموضوع كيف يجب أن نرى المشروع تقسي الطائر؟ كيف كانوا لذلك؟ أريد ان نتعلق فهم معهم ونجروا الشيء في طائر شكراً قطعه وموتوره جديده وموتوره. ملايين دولارات كان يبعثهم من ليبيا بس حد رحم تحمي يدخلوا خازينة يروحوا للاسويس على اسم العربي بالخير يروحوا للاسويس واني خرجتكم الفيديو وشفتوه بعينيكم شفتوه بعينيكم وهذا كان ذابط وقائد طائرة ومصدر موثوق يعني هو كان يشوف فيه بعينه ومش رح يكذب عليك يمر الى طاكسي طائر كل مرة خاصية فهم ي nowadays كان ذا له standards ما ستفعله؟ لا يريد ان يراجع من وراءه لا يريد ان يراقب لا يريد ان يحسب وفي المنزل ما سيحسبه؟ ما سيحسبه؟ ما سيحسبه؟ يخرج على الناس وصيب ما سيحسبه? ما سيحسبه؟ لا يوجد شيء يحسب لا يوجد شيء يحسب يجب أن يحسب ونحبه ونحبه يجب أن يفتحون بعضهم يشاهدون على رواحهم يشاهدون على بعضهم يشاهدون الأراضي والأموال والعقارات والأموال المهربة يجب أن يجعلها على ربك أنا عايشين في وسط مرميطة خرق حشي السامعين حشيكم سامعوني على الهضراء بالصحة هذه الحقيقة أعيشين في مرميطة عقادورات وهكذا كفل مرميطة عقادورات ويطلع نفسه يقولون لك عمي يتمبون وعمي يتمبون مش عارك شو رايزو في عموني تبابك في الدار مكش قاعد تقول لها بابا بابك في الدار مستحي تقول لها بابا رايز تقول لك عمي يتمبون عمك اللي هو عمك هو بابك وعمرك ما عرفته وعمرك ما زرته وصلت الراحة ومدراجة معاه وتببون وليه عمك عجيب عجيب ينتظرون عم الناس الكريم يا أولاد آنيا اللي تقول لهم باباكم واحد وامكم باباكم موحدة واباكم متفرق لا يعني بأنмотрите strategy وعلى بابا pumي يتمبون يعني شخصي يببون ي Gianihila يبيني مدارك لي مدارك يقول لكم يجلبون رواحكم الصبان يتعيني و Ting يت misma نحن نزرعوه نحن نحاول قوة الله نستخدم الوسخات في بوش المولو خرجت هذه الخماجة خرجت بعلم المخابرات الخارجية وعلم رئيس المخابرات السابق في الحبس أنا أعلم المشارك فيها بعض الجنيرالات يتجربوا بالرحوم بناتنا ولكن لم يفعلوا حقا الجنيرالات الدهو بالبعد والغاز الجنيرالات الخرن يستحوذوا على السحراء الزب الجنيرالات الخرن مين ينهبوا في الأراضي أخرين قالوا إلى الرطار ما سننتجرب في رسم أحدهم أنهم كن وست يجربون أحمدهم ويجلبوني بفلوسة preventive عبدالغاني راجدي يجبون أهتم عليهم الموزيت وراجدي تغيير ويجبون أكثر لكل رحمون حتى تبون تبون عارفين مولادهم رحم يظلوا في الإمارات وماذا عمروا ما يشغلوا الوابا رحم الناس له هكو 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 يا رحم عارفين صدقني بالله رحم كامل عارفين عارفين ومالبالي خليه لك مليحة هذا هو الشعب هذا خليه خليه يستهلوا هذو مسلمين يستهلوا كثر وانت وش تكون؟ نحن نرى من قوم أصحاب السبت اللي كفر هذوك ايوه احنا منهم احنا من بني قردون وهذو رحم مسلمين نحن نحكم منهم غانين لا يستهلوا كل شيء استهلوا ابناتهم ندروفين ضعارة ولادهم نذبحوهم فرعون نذبحو الأطفال ونستحي النساء أنا ماشيين فيها أنا ماشيين فيها خبش خرج فضح لما قال لي ينوضي يقولك الله كيف فسرت الحجة ايوه محمد وصلتوا لبناتنا ايوه امير اراك فضحتنا ها اترى ان تكونوا مفضوحة ترى ابارة ترى ابارة قال لي اترى ابارة ما تفعله هذا ؟ عندما تردع الناحية الناحية هم مديرينها هم مديرينها ترحل الرأي العام ونرى الشاب الذي يضب الراس فيها ربي يحفظك على البرنيطة ربي يحفظك على البرنيطة الله يحفظك ربي يبارك فيك ونفوسك هذه هي نورمال لأن النظام نفسه عارف حاجة كيف يشجع فيها ويدعم فيها من هناك الفيحة في الإمارات ويدعم فيها من هناك جزائر ونحتقلها من هناك جزائر في الصهارات ويستقبلها ويقرمها ويعطوها البنفيس ويأتيها ولدها طرف أرض ولدها سكنة ولدها دراهم سوف تقدم في خدمة جليلة محمدها سوف تقدم في خدمة إنسانية سوف تريح في الناس هذه هي ملك الرحمة سوف تريحهم لذلك سوف تطلع عليه واحدة كما ذلك سوف يقول لها لا لا يبيع لها القاسر يقول لها عندك الحق ربعة وشين ساعت والتي هي قائد الأركان وقائد على القوة المسلحة ويقردف لها كما كان يقردف في فرنسا عندك الحق بني بدي مدتفو نبيOkay ق관�دنا من المسلحة قائد السابق لهم قادر بالجعل وغيرهم حقوnehmen نظرك العقوبة طبعا أتضحون لهم الم hometown سوف أتضحون لهم تقدم به أنهم سمتشرك لهم نتحرك و انتبع العشاء يحب أن تكون أمودة هذا مهم صلاح إذا كان النظام يصلح وحاجد عالية الملكات لا يعرفون بشيء يلقون الجهار و يعدونه قبل أن يخرج أمير يهضر كان النظام يحبه عمواجا و يحافظ على أموالنا و يحافظ على أموالنا و يحافظ على أبناتنا البداية كانت منشورين المخابرات بارتوفد لم يدخلوا فيها دخلوا في كر الجاجة حتى في الجاجة في التكتوك تجدهم منشورين في فيسبوك منشورين المخابرات في اليوتيوب مين تجدهم كانت منعرفين وراءتهم في كل شيء ذهبين قبل لا يخرج أمير يجب أن تقول لي فضايح لأني لم أتدفل الموضوع عجبهم من الحال يجب أن يتلك بيشورين جنرالات تجدهم منذ فهدرتها من قبل ينبقوا في الامارات والأمارات لم يكن أتدفلها في اليوتيوب ما في اليوتيوب ايه مغالبا 했어 باقصب ، الكلية إننا مغالبا نحب há لن تكون الأشخاص من الأشخاص كم ممتازة يا حمد يقدم ، أشخاص يا أتمنى من أن تكون أشخاص من الزني حسنا 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 كائن والجنرال يتصبح لتحدث المرض يذهب للأمارات، ويذهب للفرنسا كائن والجنرال يخدمون والجنرال وووهدرها لهم مقبل يعلم معه والجنرال ويده أمام الاجباء لالامارات ويعمل به والجنرال يعمل به تصدق أو لا تصدق كان يقول له توفيق 106 هو 106 أو 106 تظهر بمية وسته لماذا تفعلها؟ ماذا تقرير؟ أعلنها أعلنها؟ أعلنها؟ أو لا؟ اعلنها؟ نحن مسلمين وعن دولة مسلمة وإسلام دين الدولة وهذا كراه ولد واحد يمثل الدولة باباكم وعمكم تسمى هو الشرف انتعكم كيف تسمحوا الولد يدير حاجة كما هكذا كيف شاي فهموهنا ترى شيء إلا أنتم مسلمين فهموهنا إلا أنتم كفار فهموهنا إلا أنتم ابن منجس فهموهنا المهم فهموهنا برق بأي لغة تحبوا بأي الحاجة الحاجة اللي يعني فهموهنا برق وصعي كيف شاي كيف حاجة كما هكذا هاي ما كان عارفين كل شي خاطئين هالور اضطريتوا الاحرار باش يخرجوا هالعلم باش يقولوا قضية ترى اي عام لانكم انتمما ما تصرفتوش من تقاء انفسكم لو كانتوا تخافوا الله فضيحة لو كانت خرجتوا مل اول هالنبيتوا الموضع هذا كيف اشترا حاجة كما هكذا بنت خارجة بوحدة الامارات في عمرها 22 او 23 وش وارك رايحة رايحة نخدمها واشتخدمي نخدمي في بلادك نعطيها خدمة قدام دارها وتخدم على الراحة بعد مش محتاجة تخدمي تخلصي نورمال انت قاعدة في دارك ورح المشكلة عارضنا ونصرف عليها خوتنا وخوتنا ونلحمنا ودمنا خلوهاش تخرج نصرف عليها قاعدة في الدار حاجة تخصت وصلها للدار جوهرة الدار بما انكم مسخين معفنين عيدة ضحية الضحية 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 والنطيحة لا يجوز بهم لا يجوز لا يجوز على الغالب بدعوة مخلاوة يقول لي عيدة للأضحية يعني والله العظيم غير والله يا صاحبي بتريحني من عيشته للتمرأ إن شاء الله يا رب الله يعتنى القرب والعقل ويثبتنا على الإيمان ويثبتنا على الحق استغفروا الله لي ولك وما أتوبوا ليه طلع على تليلا تنصم الله رب يبارك في الناس اللي يتبرعوا الدعم والقاهنات الله يبارك فيهم إن شاء الله والعشية كنا قادرين نديروا لايف إن شاء الله هذا ما كناش قادرين لا إله الله محمد رسوله يا رب يحفظك ونفوس هكا ولي تبهلول بها تبرنيطة دي ولي تبهلول رب يحفظك ومخابتنا السلام عليكم الله يعزكم إن شاء الله